شهدت أسواق حماه ارتفاعاً في أسعار الخضروات عموماً والبندورة والبطاطا على وجه الخصوص حيث بلغ سعر كيلو البندورة 7500 ليرة سورية على الرغم من أنها لا تزال في موسمها بينما ارتفع سعر كيلو البطاطا إلى 11 ألف ليرة سورية بعد أن كان يباع ب5000 ليرة ما بين يوم وآخر ترتفع أسعار الخضروات في أسواق حماه بشكل كبير فلا المواطن قادراً على تحمل هذا العبء الكبير ولا البائع أيضاً فأسعار البطاطا والبندورة تشهد ارتفاعاً حاداً على الرغم من أنها في موسمها فما السبب في هذا الارتفاع؟ يتساءل مواطنون غدا أسعار الله يكون بيعون المواطن ما بدك ساوي؟ ما بعف ليش البطاطا بإدعش ألف ولا البندورة 6500 ولا الخيار؟ يعني كله غالي طبعاً يعني الله يكون بيعون المواطن الفاقير شو بدأ يأكل؟ هاي البطاطا بيقول أرخص شيئاً عابق الله يعني وين هلأ كانت ببناش؟ بطاطا بيداعش يعني العالم الله يساعدها عاش وراءات ما معاه والله ما معاه كيلو خيار في 7000 كيلو بندورة في 7000 والله بندورة أكتر شيء للبطاطا يعني هذا أكتر شيء للبطاطا يعني هذا أكتر شيء للبطاطا البطاطا قليلة صايرة كمان يعني هيك صايرة إجباري شيء طبيعي يكون النغال يعني البندورة كمان مو سمعني بسيتي بسيتي بس كزا نقل اللي نوع مثلا فيه نوع أول وثاني عما يجي من توق الهار غالي نجي نأخر الواحد بدأ يأخذوا كيلو بطاطا أخر أربع بطاطا هات حق عشر تالا فرقه الواحد منهم بدأ حصل هذا التحقيق موجات الحر الشديدة كانت أحد الأسباب التي أضرت بالموسم الزراعي ما أدى إلى قلة المادة في الأسواق بل إضافة إلى عمليات التصدير خارج البلاد وقيام التجار بشراء كميات كبيرة من البطاطا والبندورة وتخزينها جميعها أسباب أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني أرتفاع السعر لأن في قلة ترزق بسؤول هذا سؤول هذا ما في رزق ما في مواد ما في رزق وكل من يبيعه كيفه يعني بالنهاية أسعارها ارتفعت لأنه هلق سبب خفت زراعتها هلق مو إنتاجة هلق إذا في تصدير لبرة بتقل المادة بالسوء يعني تباوت الأسعار بين محل ومحل حسب جودة النوعية استاذ المواطنون يأملون من المعنيين اتخاذ حلول سريعة ووضع حد لهذا الارتفاع الجنوني للأسعار مع تقديم حلول ترضي الباعة والمزارعين من خلال استمرار تقديم الدعم لهم سواء بالمحروقات والأسمدة وغيرها من مواد الدعم ترجمة نانسي قنقر